في سؤال جاني يا شباب بيسألني كام قطع الاراضي المطروحة في المرحلة اللي احنا فيها دي احنا مش بنجاوب كده وخلاص حضرتك هتدخل على بنك التعمير والاسكان بنك التعمير والاسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هتدخل على قطع اراضي اسكان متوسط انا بتكلم على قطع اراضي اسكان متوسط محور الاراضي مرحلة تالتة هتلاقي مكتوب تحت مكتوب تحت اهو قطع اراضي اسكان متوسط كاملة المرافق بعدد سبع تلاف و تلتاشر قطعة ارض سكنية طيب موجودة فين السبع تلاف و تلتاشر هنعمل لها مسابقة دي كام قطعة ارض سبع تلاف و تلتاشر موجودين في مدن باني سويف الجديدة السيوط الجديدة سهاج الجديدة انا الجديدة طيب فيه سؤال تاني بالطرح كام المساحات المساحات كامية باش مهندس المساحات يا اخواننا بتتراوح من مية سبعة و تلاتين متر مربع يعني من مية سبعة و تلاتين متر مربع لربعمية تسعة و تلاتين متر مربع يبقى فيه قطع ارض هتبقى موجودة من مية سبعة و تلاتين لحد ربعمية تسعة و تلاتين الناس تقولك لا هي من مية لحد خمس لا من مية سبعة و تلاتين متر مربع لربعمية تسعة و تلاتين متر مربع وممكن تلاقي في حاجات 200 وخمسة و300 وشوية و400 وهكذا دي مساحات حسب الموقع الموجود أو البيانات الموجودة على بنج التعمير والإسكان في قائمة قطع أراضي إسكان متوسط محور الأراضي مرحلة تالتة أخيرا طبعا بما أن كان في مرحلة تالتة اللي احنا بنقدم فيها دلوقتي أكيد كان في مرحلة تانية ومرحلة أولى ودول محجوز فيهم قطع في مجاورات تانية وإن شاء الله أشوفكم في أسئلة كتير خاصة بالإسكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته